البستيلة ديال الحوت من أشهر الأطباق اللي كتتقدم في المغرب في المناسبات في العراضات في الأعراض وكن نظر بأن أي أجنبي أول شيء كي تقال لي على المطبخ المغربي هو الاسم ديال البستيلة اليوم ما غنحضروها بجميع تقنيات ديالة والأسرار بيش تحصلوا على البستيلة ليه ناجحة 100% غنحتاجوا تقريباً واحد عشرة ديال الدرس ديال تومة ديال فتوس ديال توم اللي غنكونوا حكيناهم مسبقاً وهذه التوابل غنستخدمها ما كان ناخد شوابل جاهزة من أحسن أنكم استخدموا التوابل اللي هي منزليات الصنع يعني توم اللي طحنتوا على لديكم غنحتاج ملعقة شاي من الأوريغانو أو الزعتر غنحتاج أوراق سينموسا غنحتاج ملعقة شاي من الإبزار غنحتاج ملعقة مائدة من القزبر جيف وملعقة مائدة من البابريكا ملعقة مائدة من سكين جبير وملعقة مائدة من الخرقوم ولا الكوركم وغنخلي أوراق سينموسا على جنب هنا هذا هو الحامض مصير قطعت تقريباً جوج حامضة مصيرات كبار مربعات صغيرة بذلك الشكل غنضيفهم في إينا اللي غنحضر فيه الشرمولة هنا استخدمت تقريباً قبطة ديال الربيع والقبطة ديال القزبر اللي خاصنا نكونوا قمنا بالفرم دياله بشكل ناعم غنزيد جوج ديال مكونات غنزيد جوج معالقة ديال المائدة ديال سلسطة سويا اللي كتكون عاقدة خاطرة وغنزيد جوج معالقة ديال المائدة من سلسطة المحة ممكن ما تستخدموهاش أنا كنفضل أنك نستخدمها في البطرة ديال الحوت كتأكسنتي ديال نكهة ديال فواكه البحر غنستخدم هنا ثلاثة المعالقة ديال هاريسة كنت تكلمت على أن الهاريسة احنا معروفين فيها في بلدات البحر الأبيض المتوسط خصوصاً تونس مغرب الجزائر غنضيف أيضاً واحد العسر ديال خمسة الحامضات لكل حجم دياله المتوسط لحامض ضروري لاستخدام دياله نسيت واحد شيء اللي مشرتش ليه في التوابل هو ملعقة ماء إضاً من الكمون تهيارة قمت بالإضافة دياله نخلط هاد العناصر جيداً قبل ما نضيف عليهم زيت الزيتون البكر هنا غنستخدم تقرباً مايو عاديل 150 مليلطر من زيت الزيتون البكر غنضيفو لهاد الشرمولة متخيلوش دلدة ديال الشرمولة ديال الحوت كيفش كتكون عاملة ممكن تترافقوا بطاجين ديال الحوت هاد الشرمولة هي اللي غنستخدمه في جميع المراحل تقريباً هنخلي على جنبو هنا غنمشيو الحوت اللي هنتكلمو عليه هنا را عندي تقريباً كيلو 800 قرام من المغلون طالبو من التخطي اللي انتو مايو كتاخدو من عندو الحوت كتتقدو من عندو أنه ينقي لكم مسبقاً هنستخدم كيلو جرام من الكوفيت اللي أنا نقيتو حاولوا أنكم تزيلوا حتى هاداك المسران ديالو اللي كيكون في الفوق كم نشقوا الكوفيت وكنقوموا بالإزالة ديالو حنسد شي ما غيرش يديروا لكم الشخص اللي هو يغينقاه لكم وهناي القشور ديالو كنحتفظ بها هي لغن السنباز شعرية الشعرية ديال الأرز هنا كان عندي الحبار تهوي كان عندي منو كيلو ونصف مقطع لشكل دوائر مكلوحش أنا رجلين ديالو الراس كنخسلهم مزيئن كنحيد منو موحد العظم وكنخليهم تومية كنستخدمهم هنا استخدمت الحوت ديال الفرخ استخدمت منو تقريباً جوش كيلو هنا الحوت كيبقى ليكم اختياري ما هادو هم الأنواع ديالحوت اللي احناي كنعتمدوا في البسطلة ديالحوت غنستخدم حتى القامرون الرمادي ممكن تستخدمه في التقديم الكخوفات عادي غيره كيكون صغير اول شي غن دروان ناخد ديالشارمولة اللي انا حضرتها اللي غن مغني فيها هادو جوش ديالانواع ديالحوت اللي هم اللي مغنون الفرخ وغندخلهم الفران يا طيبو واحد المدة تقريباً ديال 35 دقيقة غنكون مخدمة المروحية من المروحية وشعل عليهم الفران على درجة الحرارة اللي تقريباً مئة وثمانين 35 دقيقة غنخرجهم غنلقوهم طلقو داك الماء باقينا رطبين ما كنحاوش انا نخليهم بزاف حتى ينشفوا انا محتاجة ان الحوت يبقى يكون باقي بقرطب غندوز للعناصر الخران نحضرها غنوضع فيه مقلات القيل من زيت الزيتون وغنوضع فيه الكروفد اللي منقي وغنزيد اليه جوج من المعالق ديال المائدة من الشرمولة نفس الشيء غنضيرو غنضيرو الحطر الكالامر أنا احتفت بالعصارة اللي كانت عندي من بعدي، من بعض مقلية الكروفد هي اللي وضعت فيها الكالامر الكالامر تهوز التاليج ديال المعالق ديال الشرمولة نضيف ملعقة مائدة الزبدة نضيف الكروفات نضيف الكروفات نضيف اضيف الملعقة نقوم بالإزالة من فوق النار في واحد القدر العالي نضيف الماء قليلاً ونضيف القشور الكروفات التي لا يحتاج نجعلها حتى تتغل ونصفيها وهذا الماء اللي طابوا فيها القشور هو اللي نسلق فيه الشعرية الأرز الشعرية الأرز استخدمت كيلو جرام إشارة واحدة مش رشلة أن المقادر اللي أنا مستخدمهم هنا هو مقادر ديال جوج ديال البسطيلات اللي كيصالحوا العشرة ديال الأشخاص حتى 12 شخصي يعني إلا كنتوا غدتقوم بالتحضر ديال البسطيلة واحدة قسموا هاد المقادر على جوج ديال المرات نضيف الشعرية ديال الأرز ونضيف القليل من الملح ضروري أن الشعرية تكون مالحة حتى أنا ما قمت بالإضافة ديال الملح بزاف في الشرمولة يعني هنا غنضيف تقريبا واحد نصف ملعقة مائدة ولا ملعقة مائدة على حسب الكمية للخلط وهنا هاد الخلط اللي شفتوه هرا ضفت عليه ضفت عليه ذاك العصارة اللي احنا يحتفظنا بها قبيلة من الكالامار باش تنسمو هنا من بعد ما تسلقات لي الشعرية ديال الأرز اللي خليتها تقريبا في هادك الماء كتغلي واحد المدة ودير ربوع ساعة كان نشوفها مزيان من ذاك الماء تاكت تقطر مزيان وكان ناخذ واحد المقص وكان نقوم بالتقطيع ديالها خاصة نقطعها حتى يقولي الحجم دياله تقريبا طول دياله ما كيتزاوش واحد دو سنتيم يعني ما نخليهاش طويلة إلاج الشخص أنه يهز زمني يكون يأكل تبقى تابعة في اليد دياله كان نقوم بالإزالة دياله هنا خرجت الحوت من الفران في الوقت اللي أنا كنت نقوم بالإعداد فيه ديال هذه الأشياء هنا بالنسبة للفرخ تقطع دياله ممكن استخدموا بلاستيكين بالتأشياء شغير ليدين ديالكم حاولوا تقطعوه وتخليوا على شكل مربعات اللي يكون ديال حجم دياله واحد شوية كبير ما شي صغير يعني ما تفرتوش الحوت بزاف خاص يكون كيبان في البسطيلة من الشخص يكون كي يأكل هنا يلمغلون نفس الشيء كان نقاوها انتابروا أخي وخي يكون نقاها لكم الشخص اللي هوية كيبيع لكم الحوت را كيبقاو هادوك العظومة اللي كينين فيها الأشواك كنقوموا بالإيزالة ديالهم كنتا بهم زيهن مبغيين الشي واحد أنه من يكون يأكل في الفم دياله ويحس بشي شوكا ديال الحوت هذا هو الحوت الواحد اللي فيه مشكل اللي هوية المغلون تحيدوا منه الأشواك أما الفرخ لما فيه الأشواك لا تشي حاجة كيجي ساهل في التنقية كننقاوها بهذا الشكل وأحسن بكثير أنكم تاخدوا المغلون الكبيرة على أنكم تاخدوا المغلون اللي هي صغيرة المغلون اللي هي صغيرة كدر في أطبق وعد خراء كندروبها الكفتاء ولا كنعطاوه الدراني مني كيكونوا صغار ولكن المغلون الكبيرة هي اللي غنحتاجوها هنا في هالطبق كننمقي وكنخليه على الجنب وكندوزو التحضير ديال الشامبينيو الشامبينيو كنتستخدموا الشامبينيو عادي أنا استخدمت هنا تقريباً واحد مئة جرام من الفطر الأسود غنقعها في المغالي مغالي يرا هي غد الحجم ديالها غاية تريبلة مني كنقعها في المغالي كنصفيها كنخسلها مزيان حيث ممكن يكون فيه الطراب وكنقوم بتقطيع دياله ماشي حتى يولي بحل القزبر ما يكنقوم بتقطيع دياله باش يكون في نفس الوقت بين في البسطيلة في نفس الوقت ما خيدش حجم كبير مع المكونات الأخرى كنوضعوه في طبق على جنب حيث خلسنا نحضر هاد المكونات كاملة عادة كندوز المرحلة ديال تحضير ديال البسطيلة هانتو ما كيما كتشوفو هاد هو كيفش خاص يكون الحجم دياله مني كنسالي من تقطيعه هنا غنضوز للشعرية الصينية هنا كيما غتلاحظو راني غنقسم لمكونات على جوج أنا غنوريكم غير البسطيلة اللولة كيفش غنصايبها هناخد نصف الكمية ديال الشعرية الصينية وغنضيف هنا زيتون اللي هو زيتون اللي مصير مقطع مربعات وعلى حسبوش انتو محضرين ومزليين ولا منزليين ولا مقطعين وعلى شكل دوائر غنضيف نصف ديال كمية ديال الشامبينيون وغنضيف ديال عصارة اللي احتفظنا بها قبيلة اللي طيب نفع الكروفات وطيب نفع الحبار وغنضيفها على هاد المكونات غناخد نصف الكمية ديال الكالامار هي اللي غنخلطها مع هاد العناصر زائد الشرمولة الشرمولة إلا كنتو كتقوم بالإعداد ديال بس طيلار الشرمولة كاملة غتقوموا بالإضافة ديالها في هاد المرحلة وكان وضع واحد ليغو دروري حتى ما تبغيوش تعمروا ليدكم وغتخلطو باليدين ديالكم هاد العناصر كاملة حتى ما يبقاش لنا شي ما كان في الشعرية الصينية ما ما خيداش حقها من النقوهات اللي هنا اللي عدنا في الشرمولة اللي قامنا بتحضير ديالها وحتى بش هادك الكالامار كيتساوى في الشعرية الصينية كاملة ما كيكونش عادنا بجموع في بلاصة وفي بلاصة أخرى ما كانش هنشو ما كينما كتشوفوا من بعد ما خلطتها مزيان أنا بالنسبة لي هاكدار ممكن تحضروا كطبق بها الطريقة وتساكلوا بها الطريقة غاي ويولي الناضلز بطريقة آسيوية معهم الحوت وفي طبيعة الحال ما اللي كزيدوا علي ماشية واحدة أخرى را كنوليه في البسطيلة كنحطت شي على جنب وغن ناخدو الورقة ديال البسطيلة الورقة ديال البسطيلة ممكن تخدمو بالفيلو ممكن تخدمو بالورقة ديال البسطيلة العادية ديال البخاري اللي كنفضل نخدم بها هنا غندوز غنحتاج تقريبا واحد مية قرام من الزبدة المدابة اللي تدوبوها حتى تولي بحل نوازات تكلغي فيوها من هذك الجزيئات ديال الحاليب هتعطيكم نسمة أفضل ومعاها تقريبا واحد ستين مليلتر من الزيت النباتية هنوضع فيها واحد ملعقة شاي من الفلفل الأحمر البابريكا وغنخلط مزيان وغنصف فيها علشان اكن بير هاد القادية باش باش مني يكون كندهن في الورقة الورقة نعطيها واحد اللون ما يبقاش في هذك اللون الأبيض يقول لي عنده واحد اللون اللي هو يزوي المكن كالأشخاص اللي كيستخدموا الهريسة كاللي كيستخدموا البيض كاللي كيستخدموا الزبدة بحدها والزيت أنا هذية الطريقة المعتمدة عندي كما قلت لكم هذو هما الأوراق هتتاخذوا الأوراق اللي تقريبا كيكون الحجم ديالهم واحد اربعين سنتيم اللي ما عندوش الأوراق في البلاسة اليوية كتكون فائمة حل الأجانب استخدموا الورقة ديال الفيلو غريها كتكون مربعة حاولوا أنكم تقطع بطريقة اللي غتحصلوا على بسطيلة اللي هي تكون دائري وممكن تتخدمو حتى بسطيلة اللي هي بشكل مستطيل راولة طريقة دي التحضير ولا تم اختلفة كما كتلاحظ راكل وحدة كند هنا كند ناخد واحد واحد الشيطة وكند ناخد من ذاك المازيج اللي أنا حضرت وكند هن كل الورقة غنوضع في القاعة ستا دي الورقات بهذا الشكل على شكل وردة وفي القاعة غنديد على الثاني واحد جوج دي الورقات يعني ستا سبعة ثمانية ثمانية دي الورق دي الورق دي بسطيلة اللي غنحتاجهم من التحت أنا تقريبا تحضير بسطيلة وحدة كان عندي كيلو ورابعة دي الورق دي الورق دي الورق دي البيسطيلة غنوضع الخليط اللي حضرتو دي الشعرية مع الكالامار ومع الشامبينيون مع الزيتون والحوت دي المغلون دي الفرخ غنخليهم ما نخلطهمش حيث ما كنبغيوش أنهم يتفرط تولية مني كنكون كنخلط يعني غنوضعهم بحدهم طبق الأولى غنوضع المغلون غنعاودعو الثاني يزد عليها الشعرية الصينية وغنوضع طبقة دي الحوت دي الفرخ ودي المغلون اللي بقالية كما كتلاحظو بهذا الطريقة غنوضعو الثاني كمية من الشعرية دي الأرز وغنوضع ما تبقى عندي من الحوت اللي هو الكوفيت الكوفيت دي ما كنوضعو الفوق أنا ما كنستخدمش نهائي الجبن وضد فكرة استخدام الجبن في البسطيلة دي الحوت ممكن بزيب دي الأشخاص يستخدموها ما كنبغيش أنه نكهة أخرى اللي هي بحنوكها دي الفخوماش تقع على نكهة اللي هي دي الحوت البسطيلة دي الحوت عمره في أول ما تصيبت ما تصيبت بالفرمج تصيبت بهذا الطريقة إحنا ضفنا على مكونات وحد أخرى اللي ما كنوش أصلا في المكونات دي البسطيلة دي الحوت ما يمكنش نضيفه على مكونات واحد خور اللي هو غيغير نكهة تماما آه غيغيلكها ولكن ما غديش يبقى لين في الفم دينا دي كنوكها اللي هي الأصلية دي الحوت ما كنبغيوش في الطبخ ضروري أن الأشخاص يفهموا بأنه كين نكهات اللي ما كتلاقاش مع بعدياتها ولي كتغطي على بعدياتها ما كتكونش كتجي مع بعدياتها الفرمج مع الحوت الفرمج كتخاء على على الطعم دي الحوت شوف العود لي أننا نتبنو الحوت في الفم دينا كانوا نتبنو الفرمج كتر ما كنتبنو الحوت هنا يا غن نزينها على شكل وردة أرمو كنتحتاجوا غير كيلو تقريبا دي الورقة أنا حنت استخدمت هالطريقة دي التزين حتاج مني تقريبا كيلو ربعة دي الورقة كنشد الورقة كنبليها وكنوضعها بهذا الشكل حتى كنكمل الدورة راه مني سديت البسطلة راه وضعت ورقة الفوق وعادة زينتها بهالطريقة هنا غن ناخد واحد المقص وغنقطع الزائد منها وهذا كل اللي بقى ليه من الزيت مع الزبدة السائلة مع الفلفل الأحمر كنشدو كنتهن بيه المسطلة من الفوق وهذاك الوسط كنشكل كنقطع فيهم القليل من ذاك الشي دي الوسطلة اللي كان عندي وكندخل الفران كنغطيها بورقة دي الاليمنيوم وكندخل الفران تقريبا واحد المدة دي الـ 50 دقيقة حتى 60 دقيقة شاعل عليها من التحت حتى كالطيبلية من التحت مزيان وكالتحمار عادة كننحيد على الورقة دي الاليمنيوم من الفوق وكنخليها تكملت حمار دي الام من الفوق هانتو ممكن ما كنتشوفو من بعد ما خرجات انا وضعت ورقة دي الالطهي في هاد الإيناء اللي هو دائري الطالح 45 سنتين في القطر ديالو باش يعاوني ان انا مني نبغي نقوم بالإزالة ديالها في طبق ديال التقديم هو هذا طبق ديال الطوس المغربي المعروف عندنا كنقوم بالإزالة ديالها بطريقة اللي هي ساهلة بالنسبة للأشخاص اللي غاي طيبوها في طبق اللي هو مستدير ولكن ما عندوش هذيك الجواني بطالعة بلا ما يديرو الورقة ديال الطهيرة غايكون ساهلة الإزالة ديالها هنا من بعد ما حطيتها طريقة التزيين كتبقى لكم انتم هي كيلي كيزينة بالفرماج كيلي كيزينة بالي طوماتوريز كيلي كيزينة بزيف دي الاشياء أنا دي طريقة التزيين ديالي بسيطة كنستخدم ذاك الكلامات الكوفيد كريز اللي حضرناها مسبقا وكان وضعوا في الوجه ديالها حامضة على شكل وردة في الوسط وليزيون ديال الحامضة ربعة أنا نستخدمهم بهذا الشكل وكتقدموها بالصحة والرحمة كنوضعش الخص التحت بكل بساطة ما كنبغيش انه يسترد البسطيلة كنبغيها انها تكون باقة محتافدة على ديالي القرمشة ديال الورقة وكل متأكدين ان الزبدة والزيت والدهن ديال الوراق أثناء اللف ديال البسطيلة كيخليها انها تبقى محتافدة على ديالي القرمشة ديالها أطباق مغربية أصيلة عدنا في المطبخ المغربي وانا متأكدة في تلك القناة ان cessعرفوا على بزاف ديال اطباق اللي هي أصيلة من المطبخ المغربي كنفتاخرو انها عدنا وكنفتاخرو ان المطبخ المغربي فيها التنوع ديال الاطباق كاملين وعدنا الحق انه قولوا بأن من أجمل المطابخ العالمية هي المطابخ المغربي وكدليل على هذا الشيء هو التنوع اللي عندنا في طرق تقديم في طرق الإعداد والبسطيلة هي نعم الأنواع اللي ممكن أشخاص يستخدموا فيها يستخدموا الحوت بطريقة مغايرة تماما كيف ممكن برا الناس يأكلوا الحوت الناس يأكلوا الحوت يبقوا حال طريقة عادية في المغرب إلى مشينا من مكان لما كان غلقوا مئة طريقة وطريقة لإعداد السمك هذه طريقة وحدة وهي طريقة عراقية وهذا الطبق هو طبق اللي احنا نقدمه في العراضات نقدمه في المناسبات ما كان شعرس ممكن يدير في المغرب بدون ما تكون فيه البسطيلة ديال الحوت ولا البسطيلة ديال الجاج وحدة في هاد الجوج مارك ديبوز ديال ليماروكا وحنا نفتخره بانت وما كان ما كنتشوفه أنا قطعت لكم ضروري باش شوفوا الداخل ديال كيف شدير تمنيتكم لو تكونوا هنا باش تشوفوا كيف شعاملها كتمنى أن هاد الفيديو ديال اليوم يكون لإستحسان ديالكم معكم برين في القناة تشتركوا في فعل زر ديال الجرس باش يوصلوا كل جديد وانا نقول لكم شوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله عما قريب